أيام قلائل لتفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد والذي يعتبر موسما لشراء الأدوات المكتبية وطرحت الدولة العديدة من المبادرات والمعارض لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في بداية العام الدراسي مع بدء العدي التنازلي للعام الدراسي الجديد هنا بحي المعادي أقامت محافظة القاهرة تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي معرض مدرستي لتلبية احتياجات الأسر في هذا التوقيت من العام بتخفيضات 30% وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة حفظة القاهرة كان لها السبخ أنها عملت معارض كثيرة في جميع الأحياء على مستوى القاهرة ومنها المعرض الرئيسي الذي نحن موجودين فيه بالإضافة طبعا للمعرض الذي تم نظمته بوزارة التموين قبل كده الحمد لله لم تفقدنا الأسعار يعني الأسعار 50% وأكثر الخامات كلها مصرية بجودة عالية جدا فيه إخبال كبير جدا من أولياء الأمور والطلبة على الشراء المسلزمات المدرسية والمعارض بس مش خاصة بيه لأن الحاجات الخاصة المدرسية بس لا أيضا يعني فيها معارضات مختلفة خاصة بالأسرة كلها إن شاء الله المعرض ده مستمر ده جزء من المعارض اللي بنقوم بيها الحمد لله قمنا بعدة معارض كغرفة تجارية القاهرة وده المعرض الثاني موجود معنا خاص بالمدارس المعرض موجود في عدة عارضين من الشعب المختلفة عندنا في الغرفة تجارية القاهرة الخاصة بالأدوات الكتابية والأحزية والملابس الحمد لله إحنا ده من الحاجات اللي بتقدمها لغرفة تجارية القاهرة التخفيف على كهل أخواننا المواطنين نفتتح هذا المعرض لمدة عشر ايام وطبعا المعرض ده بيتم فيه تخفضات من 25% إلى 35% بالنسبة للأحزية والملابس والمنسوجات ما يقارب الأربعين شركة وعارض يجتمعون هنا بمنتجات تتنوع ما بين الأدوات المكتبية والزي المدرسي الأحزية والحقائب إضافة إلى بعض السلع الغذائية التي يقبل المواطنون على شرائها تزامنا مع البدء العام الدراسي الجديد نحن نزلين نساعد ونقف جنب الأهالي بأصعام مميزة عاملين خاصة من 30% إلى 50% تخصص الأساسي الأيام ده هو موسم الشرنة المدرسية أساسي عندنا والأدوات المكتبية نحن نزلين بشرابات ودخلي عارضين الحاجة بنص سعر وعشان ندعم الجمهور دخلنا أهلاً مدارس أكثر من سنة حوالي ثلاث سنين وسببتنا وجودنا بإذن الله لأننا نحن نعملين البغدين البرتشن فري فنبيع البضاعة بسعر التكلفة طب من برضو الشعب المصري شونط بيقول أسعار ب250 وب300 ولا أسعار رهيبة دي أي شنطة قدام حضرتك 150 معرض مدرستي بحي المعادي بمحافظة القاهرة هو نموذج من بين آلاف المعارض المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تنفذها الدولة بمختلف مؤسساتها من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية سالي سالم التلفزيون المصري